التحالف ما زال يؤيدني إن كنت حقا إرهابيا كانوا سيأخذونني للاستجواب بهذه الكلمات ختم عادل عبد فارع المكنى بأبو العباس حديثه مع صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصحيفة لم تكتفي بما قاله أبو العباس بل عمدت لرصد ردود أفعال الفاعلين في الإدارة الأمريكية حيال استمرار التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في دعم أحد أبرز الشخصيات المدرجة في قوائم الإرهاب الأمريكية ونقلت الصحيفة تأكيد المتحدث باسم البنتاجون بأن الإدارة الأمريكية على علم بهذه التقارير وأنها تسعى للحصول على معلومات إضافية الصحيفة أشارت إلى أن أبو العباس لا يزال يتلقى ملايين الدولارات من الإمارات مما يقوض أهداف مكافحة الإرهاب ويضع شكوكا أخرى حيال جدية أبو ظبي في مكافحة الإرهاب بحسب الصحيفة المعلومة التي نشرتها الواشنطن بوست أشارت إلى أنه منذ انطلاق عاصفة الحزم في اليمن نهاية تمارس 2015 اعتمد التحالف السعودي الإماراتي على أبو العباس وأمراء حرب آخرين لتلبية طموحات الإمارات في جنوب اليمن من خلال العمل على تنفيذ اغتيالات تستهدف شخصيات وقيادات تقف على الضد من المشروع الإماراتي والذي ينتمي غالبيتهم إلى التيار السلفي وحزب الإصلاح تحذيرات الصحيفة ذهبت باتجاه خطر وصول الأسلحة الأمريكية المتطورة التي بيعت للإمارات إلى أياد تنظيم القاعدة تستمر قوات أبو العباس في إثارة العديد من الاستفاهمات حول طبيعة الدور الذي تؤديه في محافظة تعز حيث تم مؤخرا العثور على جثث جنود تعرضوا للتعذيب قبل تصفيتهم ودفنهم في مناطق تابعة لأبو العباس وهو ما دعا ناشطين إلى تحميل مليشيا أبو العباس مسؤولية تلك الجثث وأمام هذا كله تقف الحكومة الشرعية عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات حقيقية بحق هذه الجماعة التي ترفض الاندماج في الجيش الوطني بل إن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات تعدى ذلك إلى الاعتماد على تلك القوات لتقويض جهود الأمن والدفع بالأوضاع في تعز نحو المزيد من التأزل